السؤال لحراركم جميعاً كجمهور أهلي بتسألوه إيه اللي اختلف من أهلي الموسم الماضي اللي كان لسه من شهرين ثلاثة وأهلي الموسم الحالي إيه اللي حصل؟ بص يا كريم عادنا ندور كتير قوي وكان فيه اختلاف بيني وبينك على إنه هل المشكلة في إضاءة الفرص بس؟ ولا في سبب تاني؟ والأهلي كان بداع فرص كتير جداً السؤال فاتي جداً صح الهداف المتوقعة الأهلي كان فروض سجلها سنة فاتة كتير من يسجلها ومع ذلك الأهلي خاد كل حاجة طب إيه كمان اللي افتقدوا اللي خلى أصلاً معدلات الصناعة أقل اللي خلى إنه فيه مشكلة فيه عند النادي الأهلي إمتى في وقت الحيازة في الوقت اللي الأهلي معاكور نعرض إيه السلاح اللي الأهلي افتقدوا السنة دي أثر عليه في شكل كبير جداً ومبقاش في ماتشوة الاتنين بقى في كل المباريات أهلي افتقد سلاحين مهمين شرحنا واحد من حلقتين اللي هو الضغط العالي والسلبية في الضغط في استعادة ده أكثر عكسي والسلبية في استعادة الضغط النقطة الثانية هي الحيازة وإنت معاك الكرة بتعمل بيها إيه الأهلي كان أحسن فرقة في أفريقيا كلها بيهاجم المساحة إزاي كارية المساحة يخلق المساحة وبعدين فيه لعيب غير اللي في اتجاه الكرة خالص هو اللي يهاجم المساحة فبالتالي بيروح في أماكن خطورة اللي بعده روح للفريم اللي بعد ده على طول بص يا كريم ديانجي هنا اللي متعلم عليه العلامة ده المفروض مراوان هو يطلع لمراوان عشان يديره الكرة صح؟ طب واقف فين ديانجي واقف وراء اللعيب طب هبصيره زي ديانجي المفروض يا يروح في المسافة اللي ما بين التلاتة يا يطلع في المسافة اللي عليها الاسبوت يا إما تاوي ينزل كرة طب خلينا أقول إن تاوي أخي التعليمات بفتح الملعب لازم ديانجي يطلع يارضتين أو تلاتة بالعرض عشان يدي زاوي التمرير لمراوان عطيه الناس ترجع ترويهم على مراوان تقولوا كرة بتتقطع منه أدي واحد تروح للبعد بص هناك كريم هنا هاني عمل شيء عظيم دخل انسايد وبيعملها هاني وقت كبير وقت كتير جدا بيعملها علشان خطر يسحب مع العيد من حلق الملعب فدخلوا الراضي فضية مساحة فدان علشان اللي يتحرك فيها مين ياما يتحرك فيها مراوان والحل الثانوي لكن الحل الرئيسي طالما يديانجي فتح الخط وطالما هاني جايله جوه الملعب من جوه الملعب لبرا لازم تاوي اللي يدخل في المساحة الشارع ده ما دخلش وقف مكان وقف ليه بلا سبب طب اللي بعد هنا هاني عمل نفس القصة تاوي بيعمل ايه مش عارف مراوان بيعمل ايه مش عارف وقفين هنا بيعملوا ايه وقرأ اصلا مزنوع على الخط ما تفهمش وبيعمل ايه في المقابل كهرباء ممسوك بتلت لعيبة منعينه من الحركة تماما فارجع علوم قصة كهرباء محاصر مش عارف يعمل حاجة كراء اللي بيتجيني ما بتصرفش فيها ما هو انا في الاخر عمل زحمة بلعيبة في مكان والاماكن الفاضية اللي اهلي كان بيهاجم فيها المساحة ده ما كانش بيحصل وما كانش بيحصل ان الاهلي بيقع في الاخطاء دي ابدا افشة هنا المفروض يعمل ايه افشة يدي حل التاوي ان يعمل ندخل في المساحة الفاضلة اللي بنتكلم على ده ما عملش كده كل ايه بيوقفها ده الاهلي مكانش بيعملوا مهاجمة المساحة في الاهلي اصبحت سلبية جدا زي ما اضغط العكس بتاع استعاد الكرة وقت ما انا فاقد الكرة السلاحين وانا معايا الكرة قادي الحال وانا بحاول ارجع الكرة شرحناه من حلقتين قادي الحال طبيعي جدا الاداء والمردود يبقى اقلب كتير لان اهم اسلحتي اللي خلتني مختلف عن كل فرق القارة وقعت نفس الحال بكلمك عليه القطع هنا بتاع الديانج تاوع علشان هو مستلم بجسم كله جوه الملعب عمل ايه مفروط كان يلف وحطه الديانج هنا فالديانج عمل الصح واتحرك لا هو احطه في اخر الملعب همش جام هنا عشان احنا مزومين على الديانج فاخر الملعب الحسين الشاحات عمل الاختيار الصعب جدا ليه لان هو استلم الاستلامة بتاعته خلى جسم كله جوه الملعب معندوش زاوية رؤية هنا هو حطها الورا الديانج ده اهم سلاح الأهل فقدوا السنة دي يا كريم والأهل لو ما حسنش النقطة دي سواء في مبارات اتحاد جدا أو غيره الأهل يعاني جدا جدا